المدير الفوزي المزارسي من ذلك الأسئلة التي تجينا على المدير الفوزي المزارسي وش غيمشي وش غيمشي وش غيمشي خصوصا أن مجموعة من مواقع تونسية تكلمت في 48 ساعة اللي فاتت لأما كانت اتفاق مبدأ إيما بينه وبين ندي أفريقية تونسية بل هناك مواقع تونسية قلت أنا هو طارة إلى تونس والتاقة ما كانت طارة لأستيد رفاقي في الضربة ذو كيتريني بالويداد استعدادا المباراة ديال المغرب الفاسي اللي يختتموا بها مرحلة الذهاب ديال البوطولة وفي حديد ديالنا يعني مصادر من داخل المكتب المسيرة الويداد لا يمكنش راحيل ديال البنزارتي في هاد اللحظة هادي ولكن السريران السؤال اللي عندي وسؤال عارب علش دائما البنزارتي للسنوات السابقة من اللي كان كيدرب سواء الويداد أو راجع كان دائما راحيل دياله عن أي نادي كيسبقه دائما الجدل ديال أنه نادي تلقى عورو تلقى لا عشان لاش لأنه بنزارتي ديال سابقه ديال السمعة ديال بحالة كيقولوا يعني مكيش الولاء الغرب يعني أنه كيدرب فارق في أي لحظة ممكن أنه يمشي حتى واحدة المسألة أخرى كيدرها فوزي البنزارتي طبعا اللي كيدرها الإبن دياله والأيمن اللي هو في نسلوق الاجون دياله هي أنه في مكتكونش صعيبة عليها بزاف يعني كيبولك مثلا الطرف اللي بغير استخل العقل كأدي كمدراتبين أو ثلاث رواتب يعني كحتم كتجي مصعبش بزاف خمسة وثلاثة أربعين مليون في أفشهر كتجي سبعين وثمانين مليون بغير الفرق آخرى اللي بغير تجيبه يكون مخلصوه يالا كلوز اللي براتور مثلا تلت شهور ضربان ته في أفعين شوش حقا جي مكتجي مش بزاف كتجي خلصوه يالا كلوز اللي براتور وكيمش يدرب فارق أخر لا أنا غير قتلك دائما راحل دياله عن أي نادي كي يكون قبال هاتش كي تكون الحملة ديال أنه غادي يمشي الاندية أنا ما عرفش على أنه ربما تكون هي مناورة منه على أنه بتسوء النتائج والأمور اللي طريق الويداد ولكن حاليا كيفما قلت هو مستمر مع الويداد ما كينش حاجة رسمية هي فقط كلمات أو كيفما كنقوله أخبار ما نقول على مجموعة ديال الصفحات وكذلك يرويج لها الإعلام التونسي ولكن كيفما قلت في الكلام ديالك وسيت أنفو بأخبار والحصرية وبمصادر ومن داخل الويداد كي أكد على أن الرجل مستمر مع الويداد وحاليا هو مجرد شائعات اللي كيني على الصفحات ديال الفيسبوك طبعا السعب المجيد كيونا جادي الويداد راحنا كن هضروف الويداد ده برتبع معنا في الكلام ديالي مع أحد أعضاء المكتب المديري ديال الويداد قلبي أنه لا يعقل أنه مدريب بغي يمشي النادي أفريقية التونسي هو غير البارح كان كي طالب بمؤسكر تدريبي كانوا تكلموا في تفاصيل ديال المؤسكر تدريبي كانوا مجموعة من الاقتراحات هدر كذلك وعلى المجموعة من العناصر كانوا بغي ديال خمسة ديال الانتدابات يعني كيقولهم التساؤل للناس ديال المكتب المديري كانوا كيفاش هاد المدريب هدا كل شيء يقول انه غادي يمشي وهذه 24 ساعة كان قلس يقول خصني هدي وخصني هدي وخصني هدي ويشتغل ويحاول تصحيح الأخطاء احنا ما غاديش نجزمه ما نقولش غايبقى ما غاديش يبقى احنا كنا عرفوا الماضي ديال البنزرتي ممكن في اي لحظة انه توصل اتفاق مع طرف اخر يمشي ولكن هاد الشي اللي كيقولوا الناس ديال الويدات كيقولوا بللي ما كيش راحيل دياله في هاد المرحلة وانه متحميس انه ينقذ الفارق ويرجعوا للسكة ديال الانتصار وانه بغي يصحح مجموعة من الاخطاء من خلال تخليع لمجموعة من العناصر اللي كيشوف انها مكيناش بل اوه حتى يقدم احادي المغادرين وبغي يجيب اتقالي من حتى خمسة ديال العناصر الجديدة للفارق بعد رفع المنع